موسيقى تحية طيبة للجميع مشاهدين الله فاضل وإهلا بكم في هذا العدد المتجدد طبعا من باكالوريا 2021 وعلى الهواء مباشرة من قناة الحياة الجزائرية إذن اليوم الثالث من هذه الشهادة تفاؤل لدى التلاميذ خاصة شعبة أدب وفلسفة وأيضا مدت أوعو العلوم الطبيعة والحياة تفاؤل رصدناه لدى غالبية التلاميذ على مستوى 58 ولاية وأيضا حسب ما رصدته طبعا أو ما رصدته شبكة مرسلين عبر مختلف ولايات التراب الوطني إذن بعد ما خلفت مادة الرياضيات طبعا نستطيع القول عقدة لدى بعض التلاميذ وكانت هاجس لبعض التلاميذ اليوم في اهتفاء الكبير بالنسبة لمادة الفلسفة وعلوم الطبيعة إذن سنناقش أيضا موضوع مهم جدا وهو باكالوريا 2021 غياب التكييف والملاحظين والمراكز وأخطاء بروتوكولية خاصة في تطبيق البروتوكول الصحي في بعض المناطق وأقصد مناطق الظل والمناطق النائية من الجزائري العميقة أيضا بخصوص التسريبات اليوم الثالثة على توالي ما فيش حتى تسريب لمواضيع الامتحانات حالة غش معزولة في تيزيوزو خنشلة وولاية لبويرا ولكن لم تؤثر على سير الامتحانة إذن لمناقش هذا الموضوع ومواضيع أخرى يسعدني أن أستضيف الأستاذ طبعا مسعود بوديبة ابن قاناة الحياة الجزائرية وأيضا الأمير العام لنقابة كنابست مرحبا بك سيدي نسألك سعيد ويسعدني أيضا أن أستضيف الأستاذ زينب بالهامل أستاذ التعليم الثانوي وأيضا عضو قيادة في نقابة كلا مرحبا بك سيدتي مرحبا بكم نعم إذن أستاذ بوديبة أبدأ بك إذن ما نحظ على هذه الامتحان الامتحانات هو أن وزارة التربية الوطنية قالت كل الظروف مهيئة وأصدرت بيان عشرية انطلاق امتحان شهادة البكالوريا قتل كل الأمور تحت السيطرة ونحن نعمل قصارى وجهدنا من أجل أن تمر هذه الامتحانات في شكل عادي جدا فعلا من حيث التسريبات لحد الآن هي تمر في شكل عادي جدا ولكن من حيث تجهيز نتكلم لك عن المكيفات خاصة في مناطق الجنوب يعانون من درجة الحرارة حتى أن مصالح الأرصد الجوية 47 درجة حتى الظل تعليق تفضل هذه النقطة مساء الخير بداية نتكلم على نحن اليوم في اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا اليوم الثالث تتضح لنا عديد المؤشرات خلال الامتحان طبعا التلاميذ اجمعوا على أن المواضيع هي من الدروس التي درسوها حضوريا في الأقسام وهذا أمر مهم بالنسبة للتلميذ بالنسبة للتلميذ إلى غاية الساعة ما تكلموناش على الأخطاء مثل ما حدث في شهادة تعليم المتدائي وشهادة تعليم المتوسط وهذا كذلك مؤشر إيجابي الأمر الثالث هو أن المواضيع تقريبا يعني مستوى الموضوعين تقريبا كان بصفة يعني متوازنة من حيث المستوى يعني متقاربين في المستوى وهناك ممكن تساؤلات لماذا الموضوعين تقريبا في نفس المحتوى معناها إذا تكلمنا على الرياضيات نجد هنا المتتاليات يعني تقريبا نفس المنحة بالنسبة للموضوعين مثلا بالنسبة للأدبيين عندنا الدالة كثيرات الحدود موجودة في الموضوع الأول موجودة في الموضوع التالي حيث ترتيب الأسئلة أستاذ بوديبة وحسب الأصداء التي رصدتمها هل طبعا المفاتيشين واللجنة التي قامت بإعداد هذه الأسئلة كانت يعني وضعت الأسئلة ضمن المنهجية المعمول بها أم فيه ربما اختلاف نحن نقبل بالنسبة للأساتذة عملية تصحيح المواضيع تتم بعد الأمتحان وبالتالي إلى حد الساعة ولا أستاذ أشار لنا بأن هناك مشكل سواء في المنهجية أو في الأخطاء يبقى أن اللجان المكلفة بتقييم المواضيع ولجان التصحيح ممكن ستعطينا أشياء فيما يخص هذه المواضيع لكن يهمنا الآن بالنسبة للتلميذ وهو في الأمتحان ما عندوش مشكلة أخطاء لأن الخطأ يمكن أن يولد لنا مشكلة بالنسبة للتلميذ لتحل المسائل هذا أمر نحن نراه مؤشر إيجابي في صلاح التلميذ كان هناك مشكلة مطروحة من حيث التنظيم ننطلق من ما سبق وأن أشرت إليه في الولايات الجنوبية نحن وصلتنا تقارير على أن وضع إجراء الأمتحان أو ظروف إجراء الأمتحان صعبة جدا سواء بالنسبة للأساتدة أو بالنسبة للتلميذ أو بالنسبة للمشتركين على المركز درجة حالة مرتفعة جدا المكيفات الهوائية اللي من المطلوب تكون متوفرة وتكون يعني مهيئة من أجل توفير أجواء توفير أجواء مستقرة بالنسبة للتلميذ داخل القسم بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص اليوم المكيفات الهوائية راية تعمل بأقل درجاتها نعم تعمل بأقل درجاتها هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة للكهرباء الكهرباء ضعيفة على مستوى الأقسام وبالنسبة لبعض المكيفات هذا مشاكل أستاذ أبو ديبا هي قديمة جديدة صراحة الملك بوش الله بعضانا لماذا الوزارة على رأسها وزارة التربية الوطنية باعتبارها طبعا هي نقدر نقول المتهم الرئيسي ونقدر نقول هي المسؤولة بالدرجة الأولى لماذا لم تتدارك هذا الشيء هو ديوان الوطني الانتحانات المسابقات هو المشاهد وزارة تربية الوطنية إذن المسؤول الأول هي وزارة التربية الوطنية وعلى رأسها الوزير طبعا هذا أمر مفرغ منه لكننا نقول بأن الدوان المشرف من يحاسب هو الدوان الوطني الانتحانات المسابقات التأخر في الحساب يعود إلى وزارة التربية الوطنية بمعنى أن لما نوجد الماء في ظروف الحارة يعني مع الحرارة الماء من المفروض يكون بالكمية الكافية هذا مشكلة على مستوى المراكز لما نوجد حتى الأوراق اللي من المفروض الأوراق تكون موجودة بالكمية الكافية نجد بأنه الأساتذة حسب تقارير الأساتذة أنه ملقوا صعوبة باش يلبيوا طلبات طلبات التلاميذ من حيث الأوراق وهذا وهذا الأمر هو يؤثر نوعا معا للأجواء بالنسبة للإطعام الإطعام لوجبات باردة وقاسية أحيانا لأن لما تكون باردة وتقدمها التلميذة وتقدمها الأستاذ نوجد بأن هذه الوجبات يعني هناك من يرها إيساءة بالنسبة للتلميذ وإيساءة بالنسبة للأستاذ نعم إذن بالنسبة لضروف هناك ضروف موجودة على مستوى المراكز ليس يعني ليس للدرجة اللي اللي ممكن أنها تؤثر على السير العادي بالنسبة للمراكز لكن هي مشاكل مطروحة على مستوى المراكز نعم سيدة زينب بالهم التكلم قرير أملته علي أستاذات مادة العلوم الطبيعية بخصوص مادة العلوم لشعبة العلوم التجريبية تقول الأستاذة إن الموضوعان كلاهما في متناول جميع التلاميذ هذه نقطة إيجابية نقطة ثانية إيجابية الأسئلة واضحة وهي تعتمد بالنسبة للعلوم التجريبية نعم والأسئلة تعتمد على منهجية معتمدة منذ سنة 2017 ما فيها ولا صعوبة تقول أيضا المستنادات يعني الوثائق تعود عليها التلاميذ في القسم فالتلاميذ لم يفاجأوا بأمر جديد يبدو أن الذين مثل ما تقول الأستاذة دائما تقول يبدو أن الذين أنجزوا الأسئلة على درايا بما نقوم بمن عمل في القسم سواء في الفروض أو في الاختبارات أو في الباكالوريا التجريبي كل شيء يعني في المستوى في المستوى في متناول التلاميذ لكن في ملاحظة في ملاحظة الملاحظة أن الموضوعان كلاهما يغطيان مجال واحد المجال الأول يعني بالنسبة للبرنامج المقرر في مجال الأول والمجال الثاني وقد وصلت تعليمة من وزارة التربية أو من مدية التربية وأجسلتها الوزارة إلى المؤسسة التربوية في شهر أفريل تطلب من الأساتذة إكمال برنامج دون حذف وهذا ما يعني بطبيعة الحال ما كان الأستاذ حريص على القيام به حيث أنه يعني أضاف للوقت يعني المطلوب وبعض الأستاذة أسرعوا في حج والمعلومات من أجل إكمال المجال الثاني أيضا ولكن الأسئلة لحسب تقرير اللي عندك سيدة ولكن الأسئلة في مجال واحد معناها تقول أستاذة في عتبة غير مصرح بها وقال حب هذا حب هذا لو أصرحوا بها والتلاميذ أنا أخذت يعني رأي لبعض التلاميذ يقولوا تغزلنا تغزلنا لأنه كنا راجعنا أكملنا البرنامج مصطلح جديد هذا تغزلنا السموذي هذا التعب تسمحوا لي في العامية لأنهم بدلوا مجهود كبير من أجل إنهاء البرنامج ثم وجدوا أنفسهم محصورين في الموضوعين يعني تقريبا نفس الأسئلة تقول معها الأنزيمات هذا السؤال موجود في موضوع واحد يعني هي نفس الأسئلة حب هذا لو كان يعني تم فيه الإعلان عن هذه العتبة التي التزمت بها الإدارة يبدو أن السبب يعني كي أكمل الفكرة يبدو أن السبب يعود إلى الإضراب كان فيه إضراب طويل في بعض المناطق ولم يستطع الساتذة في هذه الولايات لم يستطعوا اللحاق بالزملائي نعم كنا نتكلم نحن في الجانب بنسبة للجانب التوفير الوسائل بنسبة لإجراء امتحان شهات البكالوريا وأنت تحدثت من جانب الأسئلة وطبيعتها مدام أنك خذتنا إلى هذه النقطة نتحدث أستاذ بوديبة عن تقييمكم بالنسبة لمواضيع امتحان شهات البكالوريا لدورة 2021 التي هي تجرى الآن في ظروف استثنائية صحيا وسياسيا مقارنة بدورة 2020 كيف ترون هذه المواضيع خاصة العلوم تجربية قلت أنه كانت صعبة جدا الأسئلة مقارنة بـ 2020 شوف نحن في ميخص تقييم المواضيع لدينا الأساتذة رد فعل الأساتذة ورد فعل التلاميذ بالنسبة للأساتذة هم أدرى بمستوى الموضوع معناها هل هو في متناول المتوسط أم في متناول التلميذ الذكي أم في متناول التلميذ الأقل من المتوسط عموما الأساتذة التي كلمناه نحن فيما يخص المواضيع هي في المتناول في المتناول ما معنى كلمة متناول معنى أن هناك بناء بالنسبة للمواضيع يمكن لدو القدرات المحدودة يجاوب في أجزاء معينة القدرات المتوسطة يجاوب والقدرات الدكية كذلك يجاوب بالنسبة لهذه المواضيع بطبيعة الأساس بالنسبة لنا لنرقبه من خلال متابعتنا للبكادوريا الأساس الذي نرقبه في البكادوريا هو أن المواضيع تكون ضمن الدروس التي درسها التلاميذ حضوريا ضمن المقرر وضمن الدروس التي درسها التلاميذ داخل القسم الأمر التالي نحن نعرف بأن هذه السنة الدراسية هي سنة دراسية استثنائية ونحن في عديد المرات قلنا للأساتذة يجب أن يعملوا إلى التسرع والحشو أنا نظن بالأستاذ الذي سيكون للتسرع والحشو هي مسؤوليته لأن التلميذ بحاجة إلى أننا نقدمه دروس نقدمها له بهدوء المفتش الذي يضغط على الأستاذ هذا ما هو من حقه يضغط على الأستاذ لأنه كين أولا حجم سعي محدد ثانيا كين هناك برنامج برنامج يقدمه الأستاذ بمنهجية معينة إذن إذا أراد المفتش فعلا أن المعارف العلمية تكمل بالنسبة للتلميذ يجب أن يعمل على توفير الاستقرار اللازم بالنسبة للأستاذ يبعد الضغط عن الأستاذ والحجم السعي الكافي بالنسبة للمادة إذن ولذلك نحن تحمل مسؤولية هذا الحشو أستاذ بوديبو هو عموما نحن تبعنا هذا الأمر وأنا انتقدته في عديد المرات كين المفتشين ضغطوا على الأساتذة يقولوا أنهم يجب أن تكملوا البرنامج والمفتشين يقول لك الوزارة ضغطتها لأن الوزارة تضغط بهذه الطريقة ونظن هذا مساس بحق التلميذ بتلقي المعارف العلمية في الظروف العادية بعيدا عن الحشو بعيدا عن التسرع وهذا هو المطلوب ونحن نعرف منذ البداية بأن السنة الدراسية ليس سنة دراسية طبيعية السنة الدراسية في دل المخططات الاستثنائية يستحيل أن تكمل البرنامج يعني استثناء بعض المواد ممكن طبيعة المواد تختلف لكن عموما البرنامج لو كان نقدمه خلال بطبيعة الوثيرة المدرسية العادية يستحيل تكمل البرنامج لما نروح نحدث كفاءات نحدث كفاءات نعدل التدرجات ونعدل التدرجات من أجل أنني أصل إلى الدرس الأخير أنا نظن بهذا الضلم بالنسبة للتلميذ نعم وأيضا مشكلة صراحة رقد تلميذ شهادة التعليم المتوسط سيدة بالهامل أنه كان مادة الرياضية بالنسبة للمتوسط كنا تكلمنا لها أستاذ بوديبة أنه كان فيه وحدة يعني تدرس في سنة ثانية ثاناوي ولم تدرس نظر الوضعية الاستثنائية الوبائية في المقابل في شهة الباكالوريا يعني درس من اللي درسوه في سنة ثانية ثاناوي لم يدرسوه شعفوا كان ضمن الامتحان وهذا مشكلة أيضا تأرق التلميذ وتأرق الأستاذ على حد سواء نعم هل اليوم حان الوقت أن ندقوا ناقص الخطر ويجب مراجعة البرنامج يجب مراجعة البرنامج يجب يعني بنسبة لنا قابلت كلات وطالب بإصلاح ما اسمته الوزارة إصلاحات انطلقت منذ وعدة بنبوزيديا في الواقع يعني تنجاوز إصلاحات شكلية تقدري تقول لي يا أستاذ بالعمل لا يستي إصلاحات مطلقا يجب إصلاح ما اسمه إصلاحات بنسبة للبرامج مضمون البرنامج في حد ذاته التوقيت التوقيت طوال السنة الدراسية التوقيت بنسبة لاختبارات البكالوريا كل هذه الأمو يجب أن يعد فيها النظر الوزارة تملك الكثير من المقترحات التي قدمها الأستاذة في اجتماعات كانت رسمية عقدت مع الوزارة في اجتماعات وفي توصيات كثيرة في ندوات وطنية عقدت بشأن يعني الإصلاح الإصلاح التربية سواء للتعليم في تعليم الأساسي أو التعليم الثانوي وصدرت عنها مئات توصيات نعم وضعها الوزارة كانت في عهد من غبيطات الحال وضعتها في الدورج توصيات وضعتها في الدورج يعني كان الرد على النقابات التي طالبت بالإصلاح هو عقد هذه الاجتماعات والندوات وانتوقفت ومع عند هذا الحد حتى بالنسبة لإصلاح البكالوريا كانت في اجتماعات عديدة شاركت فيها كل النقابات مع الوزارة الوصية وكانت في مقترحات وكان يبدو أن الوزارة أيضا لديها مقترحات وكانت تسير نحو يعني تقديم مقترحات للحكومة لكي تتبنى حكومة يعني مقترح معين لمصلحة التلميذ ثم توقف هذا المسعى لا ندري لماذا إذن هناك هناك محاولة للإصلاح ولكنها لا تجد يعني المجال لا تجد المجال للتنفيذ في الميدان مع العاسم تعالى لك فهذا النقطة سيبو ديبوت فضل بخصص الإسلاحات أنا نظن بأن يعني حتى أكون يعني مختصر وهادف في هذه المسألة يجب أن نتكلم على السنة الدراسية 2020-2021 السنة الدراسية بسبب الوضع الصحي صنفت بأنها سنة دراسية استثنائية وطبقت عليها مخططات استثنائية لكن للأسف الإمكانات المادية المطلوبة لإنجاح هذه المخططات لم توفر خلال السنة الدراسية إمكانات المادية والبشرية أقصد بانطلاقا من فتح مناصب التوظيف نعم خصوصا بالنسبة للأساتد وهذا جوهر إنجاح المخططات الاستثنائية عدم التوظيف خلق دغوطات وخلق مشاكل كبيرة خلال السنة الدراسية وولد احتجاجات واضطرابات بسبب هذا الضغط خلال السنة الدراسية لإمكانات المادية بطبيعة الحال فيما يخص توفير الوسائل توفير تحسين دروف التامدرس وتوفير المستلزمات الصحية كذلك لم يشفناش بأن هذه الأمور كانت وكأن وزارة التربية الوطنية كان هدفها هو أنه يكون هناك دخول مدرسي تنطرق السنة الدراسية ولمسوا الإرادة على مستوى أفراد الجماعة التربوية بأنهم تحدّوا هذا الوباء وأرادوا أن ينجحوا السنة الدراسية وهما بقوا يهتموا بأمر أخرى دون توفير الإمكانات اللازمة خصوص ما تعلق بالمناصب المالية لأن توفير المناصب المالية وضبط الحجم الساعي هو اللي يخلينا نستدركوا المكتسبات القبلية معناها المعارف العلمية اللي مدرسة 200 في السنة الماضية نستدركها هو اللي يخلي الأساتد أنهم يتعاملوا مع الوضع النفسي المضطالب بالنسبة لأبنائنا التلاميذ وإدماجهم في سيروت سنة الدراسية هو اللي يخلينا أننا ندرس أبنائنا التلاميذ البرنامج بكيفية يعني علمية يعني تزيد من حسن الآداء وتزيد من من التحصيل العلمي بالنسبة لتلك ولذلك أنا نقول هذه المعطيات كلها سواء ما تعلق بالضغط سواء ما تعلق بظروف السنة سواء ما تعلق بالخلل فيما يتحصله التلاميذ من المعارف ضروري أن تأخذ هذه الأمور في المواضيع لهذه السنة أنا نظن بأن المواضيع لحد الساعة في البكالوريا في البكالوريا يعني ركزوا بالدرجة الأولى على الجوانب التي درسها التلاميذ في جواء مريحة نعم شكرا لك سي بوديما ماذاكم توصل معنا طبعا في البرنامج وأيضا سيدة بالهامل مشاهدين الأكارم لا تتقو قاعدا فاصل إعلاني ونواصل ابقوا معنا عودة إليكم مشاهدين الأكارم متواصلون طبعا عبر قناة الحياة الجزائرية في هذا البث المباشر حول طبعا اليوم الثالث من امتحان شهادة التعليم الثانوي رفقة ضيفية الكريمين الأستاذ مسعود بوديما مرحبا بك من جديد سيدي مرحبا وأرحب أيضا بأستاذة تعليم الثانوي السيدة زينب مرحبا بك سيدتي نعم قبل البدء في النقاش في الجزء الثاني من البرنامج نشاهد هذا التقرير من إعداد زملائنا بقسم الأخبار بخصوص مجريات اليوم الثالث من الامتحان ولنعود نتابع لليوم الثالث على التوالي يواصل التلاميذ اجتياز الامتحان المصيري الذي يعتبر جسرا للمرور إلى مرحلة جديدة في مصيرهم الدراسي الأدبيون يعتبر المواضيع في متناول جميع أما بعض العلميين أغمي عليهم من صعوبة بعض المواضيع خاصة الرياضيات في جولة استطلاعية قادت قناة الحياة إلى بعض المراكز بالعاصمة أكد بعض مترشحي شعبة أداب وفلسفة أن امتحان الفلسفة لنهار اليوم الثالث كان في متناول الجميع كان الموضوع في متناول الجميع كان سهل حطونا مقالة يكونوا مترشحين اليوم الحمد لله كان لدينا موضوع في المتناول في مدى الفلسفة بالمقابل مترشحوا شعبة العلوم التجربية عبروا عن استياءهم من موضوع امتحان الرياضيات وفي هذا الشأن عبر بعض الأولياء عن ارتياحهم للظروف التي ميزت اليوم الأول من الامتحان من خلال توفير أجواء إيجابية للتلاميذ خاصة من حيث التكفل النفسي بالممتحنين الذين ظهرت عليهم علامات التوتر والخوف حضرت عادي بنتي تحضر نفسي كان ثاني أنوبة بها وسيناها على العامل النفسي لا بأس حمد لله في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ناحية الظروف والعوامل البداغوجية نعم وعبد إليكم مشاهدين الأكارم سيدة زينب كما كنا نشوف الأولياء أيضا نحن في الجزائر أصبحت هذه ظاهرة لسيقا بناءهم إلى مراكس الامتحان نعم بالضبط وكأن الأولياء هم من يقامون بإجراء الامتحانات حتى أن الوالدة ولا الوالد يعني سمحوا ليحكموا الصدع في رأسهم لا يجيش النوم من الأرق إلى مغير تضلع يتضح مثلا بعض مع الأسف بعض الرؤساء المراكز أغلقوا الأبواب مثلا بالأمس حدث في مؤسسة معينة بالعاصمة أن أغرق الباب ساعة الثانية والنسب والتلميذ الذين حضروا بعد ذلك بربع الساعة فقط سمح لهم بالدخول ولكن الحارس سجل في الدفتر في سجل سجل يعني بناءا على استدعاءاتهم سجل ألقاب أسماء مغير ذلك وقال لهم بأنه سيرسل هذه المعلومات لموديت التربية والموديت تصل به الأولياء فيما بعد اليوم صباحا قال إنه فعل هذا من باب تخويف تلاميذ تلاميذ لا يحتاج إلى تخويف حضور الأولياء ضروري حضور الأولياء ضروري لأنه فيه أحيان أخطاء فيه تجاوزات والتلميذ المقبل على امتحان قد ينهار لأدفه الأسباب عن بالك إذا الأمور هنا صعبة تشوفيها من حيث ناحية النفسية لابد أن نحترموا نفسية الممتحينين يعني لا داعي لكي يكلم التلميذ الحارس أو سيوه تلميذ يدخل إلى القسم والأستاذ يكلمه إذا كانت فيه ضرورة نعم لأنه ذلك الكلام في بعض الأحيان الكلام يؤرق نفسية يؤرق نعم شوفيه مش غير تلميذ فقط حتى الإنسان العادي لما يكون عنده مشكلة في إدارة من الإدارات يعني ويقوم بهذا يعني العون الأمن ولا بهذا الأمور يعني يبقى يخمى فيه وش رايقونه لا نزعج التلميذ وتصورنا التلميذ يكون ابنك مثل ما قالت والدة التلميذ إذا قد نصوره التلميذ هذا ابن رئيس المركز يعني يتعامل ما بهذا الشكل لا لا يجوز التلميذ في هذه الظروف يعيش حالة من التوتر وحالة من القلق مهما كانت يعني المواضيع سهلة وفي متناول جميع يعيش يعني ظروف صعبة ويجب أن تراعها والله كما تقول أنت الظروف صعبة يعيشها ولي التلميذ والتلميذ في حد ذات وتعليقك سي بوديبا تفضل في هذه النقطة وبعدين سنعود نقول له طبعا إلى أبنائنا في الجنوب لأنه صراحة يجب على وزارة التربية تكفو بها ضروف قاهرة يعني فيها نعم سنعود إلى هذه النقطة أستاذ أبو الهامل تعليقك بخصوص العامل النفسي أستاذ أبو ديبا لكي نكون متسلسلين طبعا في نقاش لا تفضل شو بداية هذه الوضعيات أولا هي مرتبطة بالصلاحيات الصلاحيات كل كل منه موجود في المركز الشرطي له صلاحياته خارج المركز الحاجب عنده صلاحياته ما عندهش الحق باش يتكلم مع التلميذ وما يتكلمش مع التلميذ كين هناك يعني التأثير ولكن تحدث هذه الهفوات الآن هذه الهفوات المهم رئيس المركز يجب أن يحسن معالجتها والمشترفين على المركز يجب أن يحسنوا معالجتها في حينها ولازم التلميذ تكون مرافقة للتلميذ حتى يوصل للقسم باش متأطرش هذه السلوكات ممكن أحيانا على التلميذ نظلنا أن هذه الأمور هي عموما تحدث نادرة وفي الغالب الأساتذة أو المشترفين على المركز يحسنوا التعامل معها نعم ولكن نشوف في بعض الصور طبعا ليلة أمس كيفية المراقبة وكيفية تفتش تلميذ يعني نشوف فيها أن من حيث الناحية النفسية تأثر نوعا معلها نفسية التلميذ هذا أمر نشوف هي الظروف الآن التلميذ هو واعي خصوصا في البكالورية يعي جيدا بأنه من الأفضل أن يفتش على أنه يشوف ناس أمامه يخرج ورقة أو يستعمل جهاز أو يستعمل نظن لهذه الأمور هم وعيين التلميذ ويعرفوا بأن هذه المراقبة هدفها هو توفير أجواء مستقرة داخل القسم هو توفير مبدأ تكافؤ الفرص داخل الامتحان الآن فيما يخص فيما يخص المسألة مبدأ تكافؤ الفرص نحن هذه السنة تاريخ عشرين جوان عموما ما كانتش عليه انتقادات بسبب الوضعية الصحية للسنة الدراسية معناها أن الوضع الاستثنائي والظروف التي يعني اللي عيشناها قبل الامتحان أصبح عشرين جوان هو أكثر من ضرورة لكن في الغالب عشرين جوان لا يساعد كل المناطق الوطن ولازم نشير بأن مسألة الحرارة ليس فقط الجنوب نعم جميل جدا حدثت أنت على مشكلة نفسي والآن ذهبت إلى مشكلة أخر وهو أبنائنا في الجنوب وباختيار طبعا توقيت الامتحان طبعا بالنسبة لقوة الحرارة في الجزائر عديد المناطق في الجزائر الحرارة بها مرتفعة طبيعة الولايات لما تروح مثلا الولايات شلف أو بعض المناطق الشمالية الحرارة مرتفعة جدا والمناطق الداخلية هل وزر التربية تأخذ بطبيعة الاتبارسية ما هو الحل الحل الآن أنا نظن بالحل موجود لأنه وليس اليوم فقط ونحن نطالب بهذا الأمر وكل سنة مشكلة لما نتكلم عن المكيفات الهوائية وضرورة توفيرها وضرورة توفير مولدات التي تجعل أن المكيفات الهوائية تشتغل لمدة خمسة أيام بانتظام وبما هو يناسب توفير الأجواء المريحة بالنسبة للتينمين هذا ليس بأمر صعيب باش نقدروا نوفره لكن لم نوجد هذا الأمر يتكرر من سنة إلى سنة أنا هذا الأمر هو الأمر قلت بأن وكأننا نريد أن نتير إلى مناطق الجنوب ونقول لهم لازم تنتفضوا ولازم تطلبوا ببكالوريا جنوب وبكالوريا شمال بمنهجية مدروسة هذه الأمر أنا أرأى بأن هذه الأمور هي أمور مما لازم تحدث في قطاع التربية الوطنية وهي أمور خطيرة ضروري نوفره الإمكانية لأبنائنا واجب مسؤولي القطاع أنهم يوفروا مبدأ تكافؤ الفرص بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لازم نوفره كل الإجواء اللازمة وليست بالمستحيلة لما نوفر المكيفات الهوائية لما نوفر النقل لما نوفر الإيواء لما نوفر الماء لما نوفر للمستلزمة الصحية هذا الأمر هو أقل شيء لازم نقوم به لما هذه الأشياء غير موجودة هنا في العاصمة في بعض تنويات العاصمة هنا وصلنا تقارير من تنويات ديكارت لا نظافة المراحض غير نظيفة يعني حتى التلاميذ حتى التلاميذ نتفضوا لغياب النظافة في المركز وبالتالي لما نوجد هذه الأمور نوجد هذه الأمور موجودة في المراكز إذن وين رهي الأموال المخصصة لامتحانات نعم يجب أن تزيز عنصر لقبس مضيبة في هذه الأموال أولا التلاميذ رامي يدفعوا أموال من أجل باش نوفر الأوراق ونوفر مستلزمات لامتحان والدولة كذلك رهي توفر كين هناك مبارغ مالية تقدم لوزارة التربية الوطنية باش يكونوا الامتحانات في أحسن الظروف لماذا هذه الاختلالات موجودة في المراكز ولذلك نقول بأن هذه الأمور وللأسف نتكلم عنها الآن ونلقاها العام الجاي نعم تكلمنا عنها في السنة الماضية لقناها الآن ومقبل ومازالها موجودة إذن ضروري أننا نضبط مثل هذه الأمور ونوضح هذه الأمور ونقيم تقيم فعلي لإجراء الامتحانات عموما الامتحانات لحد الساعة عموما الحمد لله نحن نريد الاستقرار وأن التلاميذ يكونوا في ظروف أريح لكن هذه الأمور الجانبية تؤثر سلبا عن شهادة تفضلي أستاذ أبلها من اللي كنت تكلمت أيضا على المناطق النائية ومشي تقول في هذه المصر المناطق النائية المناطق الجبالية المناطق اسمها اليوم مصطلح جديد خاصة الأحرار اللي ما تكلم لاشا عنهم أيضا سيدا الأحرار يجتازون اخطيبات باكالويا في أماكن بعيدة جدا عن إقاماتهم هذه مشاكل مطروحة تطرحها كل سنة ظروف صعبة بالنسبة للتلميذ ظروف صعبة جدا الآن الظروف صعبة سيدة بالهامل سمحي لي قاطعتك ليس بالتلميذ فقط وإنما حتى الأساتذة وكنا طلقنا لهذه ميرانو وتكررنا مع النقابات التربية قلنا أيضا نفسية الأستاذ يرحم بابك اللي يسكن يعني مثلا في برقي يدوه يقدم حتى في شلف مثلا ويروح يبات في الحمام بلاي عليك نفسية هذا الأستاذ لما يبات في حمام كيف أشرحي قابل التلميذ ظروف من ذلك يعني شيء موصف شدا جدا لابد اليوم على وزارة التربية وعلى الشركاء الاجتماعيين أنهم تظافروا الجهود في مبيناتهم وتوفير حلول وإيجاد حلول منطقية ووقعية الحلول ليس الحلول الترقيعية اللي تعودنا عليها تفضلي الحلول يعني يجب أن يحضرها يعني لو سامحت أن يحضر التنظيم للباكولويا يعني ما نتمنى نحن السنة المقبلة تكون بنفس الطريقة أيضا ما نحبش تكون في نفس الظروف خاصة ما يتعلق بقى الأنترنت حتى إذا بقى الوابة ومشكل هذه الأنترنت وسيوى ليسأل يعني المكلف بالتنظيم للباكولويا ماذا بيحضر الباكولويا يحضرها خاج مكتب الوزارة بعيدا عن المكتب المكيف هوائيان وسيوى ذلك والكورسي المريح وسيوى يذهب للجانب يجلس في أضرار يجلس في برج باجي مختار يجلس في تامن راست ويجلس حيث يجلس تلميذ يدخل مؤسسة طربة ويجلس تلميذ ويقوم يؤدي العمل دياله لمدة أسبوع مثلا حتى يحس بالظروف لازم يحس لازم يحس ما يمكنش إنسان موقع في الشمال في مكتب في ظروف يعني جيدة أن ينظم اختبار وينسى ينسى عدد من الولايات عدد كبير منسية منذ الاستقلال لا يمكن تستمر هذا الأمور بهذا الشكل يطاول سنة دراسية تلميذ في هذه المناطق مهمش من حيث توفيض تأطيل بيداغش مثل ما قال الزمين لا نجد أستاذا يقبل العمل في تلك الظروف صعبة في الجانب وسمعت ما حدث مؤخرا بالنسبة للأخوات اللي وات يشتغلنا في الجانب لا نجد أستاذا اليوم يقبل العمل في هذه المناطق النائية حيث لا يتوفر الماء لا غيم توفر الماء غيم توفر نعم تتحدثين على الجنوب سيدة بالهامل وسيد بودي بتتكلم اليوم في العاصمة يعني من قلب في الكابيتال قال لك ديكارت يعني العفن والوسخ أكرمكم الله فما بولك بالجنوب اللي بعيد على نوعا ما والوزراء وبعدها أيضا على وسائل الإعلام هو يعني لسق الوثائق في الجدران فيها قوانين وفيها رشادات التلاميذ هذا هو الإعداد البكالوري لا المفروض كان سابقا سابقا كانت المؤسسات التي تعد يعني يهيئها صاحب الموديل مسؤولي عنها طوال سنة وهالي إجرال اختبارات في البكالوريا والسواء ينظف المؤسسة يصلح بعض الأمور في المؤسسة يقوم بطلق طالع الجددان ينظف مؤسسة قبلها نعم اليوم اليوم تفتح الأبواب للطلبة لكي يختبروا في يعني ظروف لا تشجع لا تشجع نعم سأعود إليكم ضيفية الكريمين مشاهدنا الكريم نذهب طبعا إلى الزملاء بقسم الأخبار وهذا التقرير ولنا عودة نتبه بين التفاؤل الحذر للبعض الارتباك وحتى التشاؤم للبعض الآخر يواصل مترشحي شهادة البكالوريا اجتياز الامتحان المصري لليوم الثالث على التوالي جولة ميدانية لقناة الحياة عبر مجموعة من مراكز الامتحانات في العاصمة رصد التباين بين تلاميذ الشعب العلمية والتقنية حول طبيعة المواضيع تباين عام في أوسط المترشحين التقى أغلبية التلاميذ في الشعب العلمية والتقنية في نقطة عنوانها التذمر والسبب ذيق الوقت وطول المواضيع مقارنة بالوقت المحدد حسبهم على بعد ساعات من إزدال الستار عن أحد أهم المحطات الدراسية في مشوار التلاميذ يبقى عنصري التركيز والتفاؤل ضروريين في انتظار ما ستسفر عنه المواد المتبقية نعم كما كنا نتابع مشاهدنا الأكارم متبينة سي بوديبا وسينا وسيد عفوا لو انتقلت كاميرات الحياة وسواها مسائل الإعلام إلى مناطق الضل نعم انتقلت كاميرات الحياة الجزائرية إلى مناطق المعزولة وسيكون تقارير في نشرة الأخبار الرئيسة حب هذا لو تنتقل هذه الوسائل الإعلامية خاصة إلى الجانب خاصة إلى الجنوب وتنقل لنا يعني أجواء وانطباعات التلاميذ والعاملين هناك كاسي بوديبا لها التقرير باش لنمروا إلى نقطة أخرى تفضل هو التقرير نشوب الأمر الطبيعي بطبيعة الحال التلاميذ تلميذ يشعر بأنه مرتاح في الموضوع تلميذ واحد يشوب بأن الموضوع طويل واحد يشوب بأنه ما هو صعب ما هو سهل إذن هذه أراء أبنائنا التلاميذ فقط ما يقولش بالتلميذ مقرنة ما يقولش بالمحتوى قبية صعب ماشي صعب سهل هذا ما يهمش المهم أنه في المقرر وأنه تم تدريسه داخل وطاعة التدريس بناء لم ينتقد في البناء والأخطاء غير موجودة نحن هذه الأشياء اللي يعني ندائما نتوفهم نعم باكالوريا ربما منذ سبع سنوات وهو يعني هذه الطريقة يعمل بها لدى وزارة التربية وهي قطع الأنترنت كانت وزارة التربية تكلمت في الجزء الأول طبعا اليوم الأول من البرنامج حول قضية قطع الأنترنت طبعا سلطات العمومية فجأة للمواطن الجزائري أنه تصدر بيان تقول بلي مش رح يكون قطع الأنترنت في اليوم الامتحان يتم قطع الأنترنت هو بالنسبة الأنترنت هل اليوم ما زلنا أستاذ هو دليل لما قطع الأنترنت هو ما عناش خيار أنا نظن بأن قطع الأنترنت وهذه المرة كامل فترة الأمتحان يعني من بدايته إلى نهايته وهو اللي جنبنا ظاهرة نشر الموادع على مستوى موقع التواصل مجتمعي هذا هذا الأمر ما عندناش بديل لأن البديل نحضره كيف ما عندناش بديل أستاذ أبو ديبا واليوم أنا قلتها مقبل أنه خليلي نقاطعك لأنه راح 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 لتلتمع والتطبيقات المتطورة أنا راح لك بالتدريج أنا قلت لك الآن سبع سنوات سبع سنوات سبع سنوات ملقيناش الحل عالم سيفام سبع سنوات نفس الممارسات معناها من وراء هذا الأمر راهوا ما زالوا موجود اليوم وما زالوا يشترف اليوم بمعنى لو الناس اللي مور هذا الشي هدايا توقفوا في حينهم وتكشفوا في حينهم ما نظنش باللي هذا الأمر يبقاه لليوم وما نظنش بأننا نبقوا في كل مرة في نفس هذه الظاهرة تسئل البكالوريا وتسئل المدرسة العمومية أنا قلتها عديد المرات المدرسة العمومية مستهدفة بهذه الممارسات البكالوريا كمرجع علمي مستهدف بهذه الممارسات البكالوريا كمرجع وحدوي في الوطن مستهدف من هذه الممارسات اللي تكلمت عليها ظروف تم درس في الجنوب وظروف تم درس في المناطق النائية والمناطق الحال هذه الأمور لما تحدث في المدرسة العمومية معناها رانا رانا يعني نوجده باش نفكوا المدرسة العمومية ونفكوا مبدأ تكافؤ الفرص والطابع المجتمعي الذي يميز المدرسة العمومية بمعنى أن قضية الانترنت أنا نقول بالانترنت حلنا مشكلة مؤقتا لكن ليس هو الحل قطع الانترنت ليس هو الحل الذي يوقف لنا التسريبات مسألة الغش ما هو مشكلة باش نضحوا الرأي لعن الغش هذا الغش التلميذ الميحاول مع زميله التلميذ يحاول مع زميله أو مع زميلته هذه الأمور موجودة في كل دول العالم عندنا تلطحوا الرأس ومتحكم فيها وحتى واحد إذا كانت جاوز الحدود فيما يخص التسريب الآن كان عقوبة صدرت في هذا الأمر لكن ميدانيا ما نشوفه ولا شي والأمور مستمر يجب تقنق القانون سي مسعود أبو ديبا شكرا لك على تلبية الدعوة نلتقي في فرصة أخرى بإذن الله شكرا جزيلا شكرا لك سيدا زينب تفضلي باختصار في خمس ثواني فيما يتعلق توزيع الاختبارات على التلاميذ يدخل التلميذ باختصار اليوم مثلا توزيع الاختبارات الساعة التاسعة يبقى التلميذ ساعة في القسم وينتظر توزيع الاختبارات ويتأخر خروجه فيما بعد لأنه فيه وقت إضافي ولكن التلميذ يخرج من القاعة متأخر وعنده حصة ثانية في المساء التأخر هذا المدة ساعة من اليوم مثلا تأخر وقع منذ أول يوم في جمع الاختبارات اليوم قع ساعة ما يمكنش يكون تأخر بهذا الشكل يوميا شكرا جزيلا سيدا زينب بالهامل أستاذة في تعليم الثانوي قيادي أيضا في منظمة كلاش شكرا على تلبية الدعوة نلتقي في فرصة أخرى بإذن الله إن شاء الله أيضا أستاذ مسعود بوديبل أمين العام لنقابة الكنابست أمين وطني أمين وطني شكرا جزيلا مشاهدين الأفاضل بهذا وصلنا إلى ختم هذا العدد نلتقي يوم ثلاثين من شهر جوان بإذن الله إذن تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقنية الذي خدمكم قليل في نشارات الأخبار أحلى وأمتع لحظات مع باقي ببرامج إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر